نفرض مثلا ان انت في يوم جميل صحه وبتستمتع بالهواء العليل وقررت ان انت تاخد شهيق عميق من الهواء او الاير اكتر جزء يهمنا في الهواء هو الاكسجين اللي احنا محتاجينه كبشر علشان نعيش لو اخدت النافس ده من بؤك والنافس اللي بعده من منخيرك ممكن يبان لك من بره ان النفسين دول بيمشوا في طريقين مختلفين اكمن يعني المنخير والبؤ ما يشبهوش بعضا في حاجة بس في الحقيقة لو مشينا مع مصار الهواء في الاثنين هنلاقيه في الاخر بيوصل للزور في منطقة مشتركة بغض النظر انت خدت الشهيق ده منين وبعدين الهواء بيكمل طريقه ويعدي على تفاحة ادم استنى كده ايه لما حددها لك عشان تعرف تفاحة ادم اللي بيقولوا عليها دي فين انت ممكن على فكرة وانت بتتفرج على الفيديو دلوقتي تحسها حط ايدك كده في نصر ابتك من قدام هي موجودة عند البشر كلهم التات بس حجمها في الرجالة اكتر عشان كده سموها تفاحة ادم عشان بس يفكرون بايه بفرق الحجم شايف بلونها لك هيب الاحمر شايف بقى التجويف اللي في النص ده اهو ده اللي انت بتحسه وده بيسموه في التشريح نوتش تفاحة ادم او ادمز ابل هي اللي بيعدي فيها الهواء وطلع الصوت ومن هنا جاء اسمها التاني اللي هو صندوق الصوت او الفويس بوكس التفاحة دي فيها عضلات هي اللي بتساعدني اغير نبرة صوتي يعني ممكن اخلي صوتي رفيع او صوتي تخين حسب استخدامي للعضلات اللي في صندوق الصوت ده طيب تعال نكمل مسارتنا مع الهو الهو بيقعد يمشي وبعدين بقى يعدي في القصب الهوائية او التريكيا وينزل لتحت الحد الرئة سواء الرئة اليمين او الشمال تعال بقى نكتب هنا ايه L علامة اللفت لانج يعني او الرئة الشمال ونكتب هنا ايه R اوعى تنسى اننا بنحدد اليمين والشمال هنا بالنسبة للشخص صاحب الرئة مش اللي بيوصف ماشي لو لاحظت هتلاقي الرئتين مش شبه بعض قوي يعني الرئة اليمين مثلا فيها تلات فصوص تعال كده نقسمهم upper lobe او فص علوي وفص اوسط او middle وفص صفلي او lower والرئة الشمال فيها فصين بس وده اختلاف كبير في التشريح برضو من الاختلافات المهمة جدا وجود النوتش دي اللي انا بعلم لك عليها بالاحمر النوتش دي بنسميها الكاردياك نوتش كاردياك نسبة للقلب وسميناها كده لان القلب مائل اكتر لناحية الشمال وبالتالي بيعمل التجويف ده في الرئة لو احتارت يمين اليمين ومين الشمال ممكن تعرفهم ان اليمين فيها تلات فصوص والشمال فيها فصين بس upper lobe او ممكن تدور عالكاردياك نوتش وده حاجة مميزة جدا في الناحية الشمال حوالين الرئتين فيه عندك الضلوع وبينها العضلات والضلوع طبعا موجودة ايه يمين وشمال زي ما يرسم لك كده تحت الرئتين والقلب بتلاقي عضلة كبيرة بتعدي تحتهم كأنها ارضية ليهم يعني كأن القلب والرئة قاعدين عليها العضلة الكبيرة دي اسمها الحجاب الحاجز او الدايافرام بالحجاب الحاجز كارضية والضلوع كحيطان تتكون عندنا او قفص هنسميه القفص الصدري او ثوركس القفص ده محبوس فيه انجاز التعبير يعني الرئتين والقلب طيب دلوقتي بقى ايه نشوف الهوى بيدخل فين تعالها بقى نمسح الرسمة دي ونتخيل ان عينينا عندها قدرة خارقة كده انها تورينا صورة باشعة الاكس راي هيظهر لنا تركيب عجيب جدا جور رئتين اسهل طريقة نشبهها بيها انك تتخيل شجرة بفراعة والشجرة دي مقلوبة ومن هنا جال مسمى بتاع الشعب الهوائية او البرونكيال تري جزء الشجرة المقلوبة دي هو القصبة الهوائية او التريكيا اللي بتتفرع لفراعين اساسيين ومنها بتطلع فروع كتيرة ينزل الهوى في فروع الشجرة دي ويتوزع في الفصوص المختلفة للرئة اللي احنا بننموز لها بالالوان دي يعني مثلا اللون الاخضر ده الفاص الصفلي واللون البنفسجي الفاص العلوي والناحية التانية عندنا فاص زيادة فايه نعمله مثلا بلون تيلة برطقاني مثلا عايزك بس تاخد بالك من ان الرئة سلاسية الابعاد يعني اللي احنا شايفينه ده قدام بس انما الفروع دي اكيد ممكن تمتد قدام لورا عالجنب كده يعني طيب يلا نكمل رحلة الهوى تعال بقى ناخد فرع صغير ونكبره تحت الميكروسكوب هيظهر لنا المنظر ده اللي انا برسموله بالازرق اكياس كده الاكياس دي بنسميها الحويصلات الهوائية او الالفيولاي الهوى لما بيوصل لاخر الاكياس دي بيلاقي حطة سد فيرجع تاني وتتنفسه لبرا النفس بيتم كده يدخل جوه الهوى يدخل جوه وياخد ملف فيوترن ويرجع تاني وتتنفسه لبرا بس طبعا مش بيخرج زي ما دخل اور بنهاية الحويصلات الهوائية دي فيه اوعية دموية ماشي فيها دم زي ما برسمها لك بالاحمر كده الالفيولاي بتدي لدم ده اكسوجين الاكسوجين ده جالها من الهوى اللي هيتنفسته اللي دخل لها والدم بيدي لها ويست او ساني اكسيد الكربون اللي خلايا الجسم عايزة تتخلص منه وتطلعه برا مع الهوى اللي خارج يبقى الهدف العام من التنفس هو تبادل الغازات ما بين الدم والرئة بحيث ان الجسم يتخلص من اللي هو مش محتاجه اللي هو ساني اكسيد الكربون يعني مع الهوى اللي خارج وياخد اللي هو محتاجه من الهوى اللي داخل اللي هو الاكسوجين اشتركوا في القناة